في بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلال الملك محمد السادس قدمت وزيرة الاقتصاد المالية نادي افتاح عرضاً أمام جلالته حول التوجهات الاستراتيجية لسياسة المساهماتية للدولة أبرزت خلاله أسس هذه الاستراتيجية التي تشكل ركيزة أساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وصادق المجلس على هذه التوجهات التي تشمل سبعة عناصر تصب في إطار تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية وتعزيز دورها في تنفيذ الأوراش الملكية الكبرى بما يضمن العدالة المجالية والتدبير النموذجي لهذه المؤسسات وكذا إشعاعها القارية وشملت أجندة المجلس الوزري دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ويهدف المشروع إلى إضافة عدد المؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية للسراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزري ومعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم مشتقاته فيما يقضي مشروع القانون بحذف المعهد العالي للقضاء من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل جلالة الملك باقتراح من الرئيس المنتدى بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما صادق المجلس على أربعة مرسيم تهم المجال العسكري تجسد عناية ملكية كبيرة بالنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية همت إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع وتجويد معايير الولوج إلى مهنة أستاذ باحث وعقلت مصاطر الترقية المهنية في هذا الإطار وتخويل الأساتذة رؤساء الأقطاب والمراكز والمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهاء وكذا إحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدرغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية كما عين الصاحب الجلالة طبقا للفصل التاسع والأربعون من الدستور شخصيات في مناصب عليا على رأس عدد من المؤسسات شاملة الشركة الوطنية للطرق السيارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للمطارات شكرا